موسيقى المجلس العلال التهذيب ينظم حملة بولاية الواقشط العربية لشرح مضامين ومحاور القانون التوجهي الهدف إلى إصلاح المنظومة التربوية وفد من المنظمة العربية للترمية الزراعية يشيد بجهود بلادنا في مجال زراعة القمح خلال زيارتنا الدهر بعض المزارع في ولاية ترارزا نواقشط تحتضن أعمال ورشة لعرض نتائج تحالي لعينات الأسماك النافقة سنة 2023 لمعرفة أسباب نفوقها وإيجاد سياسات مطلوبة لمواجهة ظاهرة موسيقى لم بكم أينما كنتم في تفاصيل نشرة الواحدة من الموريتانية استقبل رئيس الجمعية الوطنية نائب محمد بومبا والمكة مساء أمس بالجمعية الوطنية الخليفة العام لطريقة التجانية سيد علي بالعربي الذي يترأس وفدا ضم زيارة رسمية لموريتانيا وتناول اللقاء دور الطريقة التجانية في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في إفريقيا وإرساء مبادئ السلام والتعايش ترأس رئيس المجلس العلاء للتهذيب اجتماعا في ولاية المقشط العربية لشرح أهداف المجلس ومحاور قانونه التوجهي ويأتي هذا الاجتماع في إطار حملة الشرح والتحسيس التي يقوم بها المجلس لربط الصلة بمختلف المعنيين بالعملية التربوية شكلت ولاية المقشط الغربية المحطة الثالثة والآخرة لزيارات الشرح والتحسيس الميدانية التي أداها رئيس المجلس العلاء للتهذيب بهدف شرح أهداف المجلس ومغزى ودلالات قانونه التوجهي وخلال الاستماع بيّن رئيس المجلس أن هدف الحملة هو الاطلاع ميدانيا على العملية التربوية ومعرفة المستجدات بظل الإصلاحات التي تضمنها القانون التوجهي من جهة وربط الاتصال بكافة المعنيين بالعملية التربوية المجلس لأعلال التهذيب الذي يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية وعنده محطين بارزات خلال السنة محطة اللولة هو تقارير مرحلية تمشى للحكومة عن المنظومة التربوية بشكل عام كيف تسير المشاكل والمحوقات التي تلاحظ إياك أنها تقوم في الوقت المطلوب المحطة الثانية والمهمة هو تقديم تقرير لفخامة رئيس الجمهورية وهذا التقرير يعكس حالة المنظومة خلال السنة الدراسية والأكاديمية المنصرمة وهذا التقرير ناتج عن حصيلة المعلومات التي نستقاو من القطاعات المعنية يغير مولي المعلومات التي نجبره هنا من خلال زياراتنا الميدانية ومن خلال الدراسات والأبحاث واللقاءات التي نعدلها مع مختلف الفاعلين التي لا يتمكننا أننا فعلا هذا التقرير يعطي صورة دقيقة عن الظروف التي تم فيها الافتتاح والمشاكل التي موجودة والتوصيات التي قد تعدل في هذا المجال لكن المتخل القرار يقد يدخل ويعطي التوجيهات اللي يالله بدوره أشاد والي ولاية نواكشوط الغربية بأهمية حملة التحسيس والاطلاع التي يقوم بها المجلس العلال التهديب من أجل التعليف بمضامين إصلاح المعلومة التربوية الوطنية إن شاء الله نعود صخروا كافة قوانا المعنوية والمادية لنجاحها المهمة المهمة نبيلة وأولوية من أولويات الحكومة الآن ففقط نبع عنها لا يتعدل لا يطول حد فيها من الشكالات والتساؤلات فيها لا يتعدل لجنة جوية لا يتقوم بالاتصال كافة رؤساء المصالح والمنتقبون والسلطات الإدارية الشرح وتقديم كل الحلول والإجوزة على اقتراحات التي تم طرحها من طرف الفاعلين كلهم معنيين بالعملية يذكر أن بعثات من المجلس العلال التهديب تشوف منذ بعض الوقت مختلفة الولايات في الداخل للوقوف على سير العملية التربوية وشرح مضامين القانون التوجهي أدى وفد من المنظمة العربية للترمية الزراعية زيارة الولايات الترارز الطلع خلالها على مستوى تقدم زراعة القمح وبعض الحبوب في المنطقة البزيد عن هذه الزيارة نتابعه بسياق التقرير التالي هي زيارة الطلاع وتقييم لتجربة الموريتانية في مجال زراعة القمح استهلها الأمين العام لوزارة الزراعة أحمد سالم العربي رفقة والد ترارزة محمد أحمد مولود مع وفد من المنظمة العربية للترمية الزراعية برئاسة مديره العام إبراهيم الدخيري استهل الوفد هذه الزيارة من مزرعة الهمار الخصوصية التي تمتد على مساحة 1500 هكتار خصت منها 200 هكتار لزراعة القمح وقد أحيطت هذه التجربة ببايلزم من معدات ولوازم بدءا بإدخال التقنيات الحديثة وانتهاء بنوعية البذور زرنا في هذا الصباح المشروع الاستصلاحي الكبير في أركيز وأيضا رأينا الكثير الذي يمكن أن يقال في هذا الصدد من جهود الدولة الرامية حقيقة إلى استصلاح الأراضي وتمكين المنتجين في شكل جمعيات تعاونية للاستفادة من هذه الموارد الموجودة والآن نحن هنا في إطار تجربة أخرى يقوم بها القطاع الخاص الموريتاني والسوداني هذه المزرعة فيها تسع محاور أربعة منها خصصة للأقماح أو للقمح إنتاج القمح ونحن الآن نقف في أحد هذه المحاور في مساحة 125 فدان يعني تقريباً 50 هكتار أنا أريد أن أركز على أن هذه التجربة هي المطلوبة الآن وموريتانيا تتحسس يعني جهودها المستقبلية في تحقيق الأمن القزائي وفي تحقيق التنمية الزراعية المتوازنة أنا أرى أنه يعني هذا دور رائد جداً للقطاع الخاص طبعاً بالتأكيد تحتشجيع الدولة على مستوياتها الإقليمية وعلى مستوياتها المركزية القطاع الخاص هو المعنى حقيقة بالعملية الإنتاجية ولكن يريد ظروف تهيأ له بواسطة القطاع العام وهذا ما قامت به الدولة الموريتانية نحن في المنظمة العربية للتنمية الزراعية سعيدين نكون جزء من هذا المشروع المحاطة الثانية من زيارة الوفد كانت في مقاطع تركيز وتحديداً مشروع سصلاحي 3500 هكتار من بحيرة تركيز الذي دشنه رئيس الجمهورية مؤخراً بين الوافد ومجاري هذا المشروع الزراعي تجول الأمير العام للوزارة الزراعة والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق حيث تابع الجميع شروحاً فنية عن مكونات وأهداف المشروع هذه القناة الرئيسية هي تروي تمتد على 19 كيلومتر وتروي مساحته للتلافة 500 هكتار كلها ترويها ريئة إنسيابي إلا 250 يتم ريئها عن طريق الضخ مشروع عبارة عن زلاز مكونات مكونات 600 مكونات 600 هكتار والتي تروي التي يتم ريها عن طريق أربع قنوات فرعية كل قناة فيها حوالي أربع قنوات زلازية تروي مساحة 36 هكتار وتستعد هذه الأراضي لمستصلحة للدخول في الحملة الزراعية المقبلة مختار بابو الأحمد قناة الموريتانية من مزارع الكيز تتحى التامس بن وكشوط أعمال ورشة لعرض نتائج جي تحالي لعينات الأسماك النافقة في سنة 2023 لمعرفة أسباب نفوقها وبناء السياسة المطلوبة إذا ذلك الورشة منومة بالتعاون بين مزارة الصيد الإقصاد البحري والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ومجموعة من الخبراء الألمان تبخذ ورشة عرض نتائج تحالي لعينات الأسماك النافقة في سنة 2023 المنظمة بالتعاون بين المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ومجموعة الخبراء الألمان أسباب نفوق الأسماك الذي عرفته بلادنا خلال السنوات الماضية وكذا استعراض النتائج والتجارب التي خضعت لها الشواطئون البحرية من أجل تعميق النتائج التي توصل إليها المعهد حول ظاهرة وأسباب النهو تم تحليل أفراد من العينات أسماك النافقة من المختبرات شنغمبرغ الألمانية الشركة العلمية والتقنية للمعهد وعلى هذا الأساس يسعدني أن افتتح اليوم الورشة العلمية للاستعراض نتائج التحالي المخبرية للأسماك النافقة على شواطئنا التي توصل إليها المعهد الموريتاني لبحوذ المحيطات والصيد بالتعاون مع شريكه لألماني شنغمبرغ المشاركون في الورشة تابعوا عرضين الأول قدمه المعهد الموريتاني لبحوذ المحيطات والصيد حول ظاهرة نفوق الأسماك الذي عرفته شواطئنا البحرية وما نتج عنه من أضرار في المنتوج أما الثاني فقدمه مكتب الخبراء الألمان وتطرق لأسباب نفوق الأسماك بشكل عام والظواهر التي تدل على حدوث أضرار بالبيئة السمكية الأمر الذي يستدعي الكثير من البحوذ من أجل تحليل المشكلات ومن ثم وضع الحلول التي يمكن أن تعالج الظاهرة وأصدر المعهد الموريتاني لبحوذ المحيطات والصيد بياناً حول نتائج البحث المشترك بين المعهد والخبراء الألمان كشفت نتائج والتحقيقات التي أجريت حينها على ما يلي أولاً أثرت الوفاة التي امتدت لعدة أسابيع بشكل أساسي على الأفراد الكبيرة دون الأحداث من عائلة البوري أظهرت تحرير العينات التي تمت جمعها أن أولاً الأفراد لم يكنوا في مرحلة التكاثر ذانياً وأن الأعضاء الداخلية كالكبد والخياشين إلى آخره كانت ذات بنية طبيعية وبدون تشوهات محددة ذلك كما كان مستوى الدهون بالأنسجة متدنياً جداً ورابعاً المعدة كانت فارقة ويكشف تحرير الخصائص الفيزيائية الكيميائية للماء ببعض الأماكن عن مستوى منخفض من الأكسجن وأسل هيدروجيني أساسي ودرجة حرارة مرتفعة نسبياً كما لم يلاحظ وجود أي أنواع من الطحاليب الدقيقة الضارة في المناطق المزورة وتعلق وزارة صيد والاقتصاد البحرية مالاً كبيرة على نتائج البحوث العلمية التي يقوم بها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات من أجل تذمين والتسير المحكم لموارد البحرية نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية الرياضية صباح أمس بالعاصمة دورة تكوينية حول القيم الأولمبية وشارك في الدورة خبراء دوليون بالإطابة إلى ممثلين لمختلف الاتحادية الرياضية الوطنية سعياً إلى نشر المبادئ والقيم الأولمبية والتعريف بها في صفوف المنخرطين بالمجال الرياضي الوطني تأتي هذه دورة تكونية المنظمة من قبل اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان لصالح الاتحادات الرياضية والأولمبية الوطنية أؤكد لكم دعم قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان لجهودكم القيمة من أجل تطوير الرياضة الوطنية وترصيخ القيم الأولمبية ومواكبتكم لذلك تكوينات من أجل تعزيز قدرات الكادر البشري لتحاجيات الرياضية ومختلفة الهوان الدورة المتخصصة تدخل ضمن أجندة برنامج الانشطة اللجنة الوطنية الولمبية والرياضية للعام 2024 هذه الدورة التكوينية المنظمة حول قيم الولمبية منظمة منطرة اللجنة الوطنية الولمبية بالتعاون مع السفارة الفرنسية في موريتانيا والتي تدخل ضمن برنامج الأيام المفتوحة حول الرياضة التي تنظم هذه السنة مدينة أطار إن شاء الله والتي بدت من يامس في كورت السلة للحكام النساء لكورت السلة واليوم هذه الدورة التي تستمر يومين إن شاء الله وطنية حول قيم الولمبية والأيام المفتوحة التي تعود يوم عشرة في هذا الشهر إن شاء الله ونأكد إن شاء الله وراجمكم هذه الدورة تستفادوا منها لأنها مهمة حتى لذي نقال الولمبية مهم حتى للناس التي في الرياضة تعرفوا وخصوصا فعالية هذه الدورة التكوينية عرفت تقديم سلسلة من المحاضرات والعروض من قبل خبراء دوليين ووطنيين في المجال تناولت القيم الولمبية الرئيسة الثلاث وهي التمييز الصداقة والاحترام فضلا عن مبادئ الحركة الولمبية والقيم التربوية وعلاقتها بالقيم الولمبية والسبول الكافرة بدمج القيم والمبادئ الولمبية ضمن المقاررات المدرسية وحصص التربية الرياضية والبدنية إضافة إلى الرموز الولمبية والميثاق الولمبي والمؤهلات اليدارية في مجال تنليم الدورات والعب الأولمبية نظم مركز إفريقيا للدراسات والخدمات العلامية ومكتبة العرفان الوقفية ندوة بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة العلامة شخ أحمد بن شمس عن دوره العلمي لإشعاع الروحي في المغرب والمشرق ممثل مركز إفريقيا للدراسات والخدمات العالمية أحمد سالم الباب أكد أن هذه الندوة تأثي لتسليق الضوء على قامة علمية كبيرة خدمة البلاد بدوره ثمن عميد أسرة الشيخ أحمد شمس شيخ أحمد محمد باسم الأسرة تقديم عروض علمية عن هذه الشخصية العلمية وشهدت الندوة عدة مداخلات تناول بعضها جوانب من حيات الشيخ وإشعاعه العلبي في المغرب والمشرق وصد نوازل الصلاة عند الفقهاء الموريتانيين في كتاب النفحة الدكتور يحيى الأحمدية البراء ومساهبات علماء الشناقطة في صنع القرار السياسي في المشرق للعلامة أحمد شمس الحاجي نمو إلى هنا نصل إلى أختم نشرة الواحدة عود على بدء وتذكير بالعنوان المجلس الأعلى للتذيب نظم حملة بولاية وكشرة العربية لشرح مضامين ومحاور القانون التوجهي الهادف إلى إصلاح المنظومة التربوية وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية يشيد بجهود بلادنا في مجال زراعة القمح خلال زيارة ندها لبعض المزارع في ولاية الترارزة وكشرة تحتضن أعمال ورشة لعرض نتائج جتحالي لعينات الأسماك النافقة سنة 2023 لمعرفة أسباب نفوقها وإيجاد السياسات المطلوبة لمواجهة ظاهرة شكراً لكم شكراً لكم وإنما كنتم على كرام المتابعة ومثلت فيما ندعي وحفوه وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر